السلام عليكم كدير أخوتي ربساليكم بخير تكون إن شاء الله كم بخير والأخير اللي دخل جيد معنا من سنة من الشراك ديالو وخلونا التعليق ديالكم في كومنتر كاملين كان قرابهم وكاملين كان جاوبوا عليهم الموضوع ديال اليوم هو ديال آية وآخر مسجدات ديال هاد القضية دي اليوم تقريبا من بعد خمسة ساعات كانت اليوم كانت الجلسة اللولة في المحكمة وغاد ننوفيكم إن شاء الله بكل ما هو جديد قبل ما بدأوا الفيديو ما تنساونا يا إخوان من لايكات ديالكم وماليكم موطر ديالكم وجامع تسؤالات ديالكم إن شاء الله غادي تكون مستجابا إن شاء الله في هذه الحلقة هادي وهذا القضية ماشي وليدة ديال الساعة هاد القضية دي تقريبا لمدة ديال عامين ديال عامين وهو كيمارساليها بجامع الظروف والأسرة الكبيرة والصغيرة ديالو ساكسين وما احترمش يعني الوسط العائلي وما احترمش الجورة وما احترمش بثب ديال الحوايج وهذا الطفلة هادي كانت عيشة مع خالها ومرت خالها يعني واحد العيشة كريمة شا نقول لكم يعني واحد الأوضاع بشوف أن واحد بيدو فيلي بحالها بكوة أنه يدير البنت بقى قاسر بها الطريقة بحالها بكوة يعني كنظر أنا العقوبة تخصتكون يعني العقوبة تخصتكون قاسية وقاسية بزيف ما خصش أن القضاء أنه يتماطل في هذه الجريمة هذه للبشاء صراحة لأنها ثافي كتحييد بها الطريقة ما كتبقاش الإنسانية يعني بحال ديال الحياة ديالة البنت هادي ضاعتها باء منتورة مشات يعني بقى عندها لمستقبل لحياة لاتشي حاجة آآآ الطلب ديالنا هو أن القضاء يضرب بيد من حديث بالرغم بالرغم من أن الأسرة دياله مدافع عليه وبثاف ديال الحوائج منها كنين فلوس كنين بثاف ديال الحوائج ولكن خاص القانوني يخد المجرى دياله الطبيعي ودائما كيفما كان عارفوا أن العامة للجمهور الذين يطلبون أقصى العقوبات لماذا؟ بشأنها تكون عبرة للناس وحدة أخرين اللي بغوا يديروا بحالة الأعمال الشانعة بحالكها وكانين بثاف ديال الناس يقولك ما الأم ديالها؟ ما شفت أنا التأثاؤلات بحالكها اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس هو أن الأم ديالها من احتياجات الخاصة أنها صمأ وبكماء أنها ما كتظر ما كتسمع يعني مسكين المرأة مغلوب على الأمر ديالها الناس كاملين اللي كيلوهم واهد اللوما بحالك كالناس اللي ما عارفينش وضعي المعيشية ديالها وراكم عارفين واحد أنه ما كيسمع ما كيتكلم كيفاش تكون الحياة دياله كيفاش دايرة أنه ما هي قدش يربي بنت صغيرة أو 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 لهذا اللي الناس اللي ما عارفينش الوضعية ديال الام كان بغين وجه لهم واحد النقطة أنهم بلما يلوموا الأم ديالها حتى الأم ديالها رمغلوب على الأمر ديالها وهذا مرأة الخال استغلات واحد النقطة اللي مهمة في القضية أنهم ناس ضعافة وعارفهم أنهم مغايها دروش على حقهم والغريف الأمر أنها دلات بوحد الوثائق اللي هي مظورة وهذه حتى هي تهمة من تهم دلات بوحد الوثائق اللي هي مظورة يعني صراحة نفهم وش هذي الناس بحالة طريقة هذي وش تغاوه الشركة بالياء بحالة الناس هذو تغاوه يعني ما ماذا ملقاوش اللي غد يحطم الحد ديالهم ولكن الحمد لله البلاد ديالنا في هالقانون وكل مستارة غجري بكل الوقائع ديالها كاملة هو هذي الناس إن شاء الله وهكفي اللي دار هذي الجريمة هذي الشنعاء اللي ما تقبلها لا دين لا مستمع لا تشي حاجة دابا هذي هذي الفاتاة هذي شنو غدير في المستمع بنادم كيفاش غادي يدعليه واحد من نظرك بحالك وكيف ما كان عارفو حنايا المستمع ديالنا حنايا بلا ما نهدركو ما عارفو المستمع كيفاش دايا خفو غير علاش يهدر وكيف ما كان عارفو أن النار الهذراء ديالناس رما كاتر حمش لهذا بغيت القانون ياخذ المستارة دياله اليوم إن شاء الله كانت الجلسة الأولى اللي هي كانت جلسة الاستماع ونتمنوا من الله وعثى أنه في الأيام القادمة المقبلة المستارة تمشي قانونيا أو المدني بأنه ياخذ الجفاء دياله نجي من واحد ناحية واحد آخرى بني فبلك انتد بلك التفرجة أو انتد بلك التفرجة تثوروا أنكم عندكم بنت وجراليها بحالة الإشكالية هذه حطراثكم حطراثكم فهذا الوضعية بحالكو كيفاش لواحد أنه غادي ولي فكر وتفكير ديرو شنو غيكون فيه يعني الواحد صافي غيجيب كيف ما تنقوله إحنا غادي ضوخ ما غيعرف ما يدير، ما غيعرف ما يقدم، ما غيعرف ما يأخر وهذا لنشوفوا العائلة دياله أنهم يصرفوا أموال طائلة باش هاد القضية دي تهبط هاد القضية دي باش ما تفيدش تطلع كيفتغلوا الشهرة ديالهم وكيفتغلوا المال ديالهم ومع لبالهمش مع لبالهمش، مع لبالهمش، ووالو وهادي فضيحة من عدة فضائح لكالدار أخذكم تعرفوا كيفاش الطريق كيف السم التغرير بها كيف السم التغرير بها كأنها غرر بها بميل فايا وريبي جميلة بثمين ريال وفي كل مرة كذي الله نصف الطريقة كيف حالكو لهذا نطلبه ونطلبه صراحة مني ألوجبت كله كان كله كان أنا غنفد علي الحكم الحكم رهباين معروف شنا هو ولكن ميكجون الفكرو دابع حاليا في المستقبل ديال البنت مستقبل ديال البنت ماشي دابع ملا ستكبر مستقبلا ملا ستوصل الثمنتاش العام ولا ستوصل عشرين عام ماذا نقول للعائلة ديالها؟ ماذا ستولي دائرة؟ ستولي ضحية مجتمع وكيف ما كنت تعرفه؟ اللي كيكون بهذا القضية بحالكي تجاهل واحد الاتجاه معاكف واحد الاتجاه اللي عارفينه شنا هو اللي هو الحرام ديريكت اللي انه بحال هاد بحال هاد القاضايا هادو كتكون صارخي نفاد الأوضاع هادو حاليا خاص بناء خاصنا ما نفكتوش عليها انا عارف في القاضاء النازيه اللي غاي اللي غايشوفه واحد الحكم اللي غايشفيه الغاليل ديالنا حضايا غير انا ما عندي بياتشي علاقة وباش كنحث عاد الأم دياله والعائلة دياله كيفاش أنها كتحث حاليا وليوما اليوما في المحكامة كانت تكون واحد الوقفة احتجاجية الناس كانوا غادي يجيوا ولكن تشي واحد ما حضر المحكامة في فاث تشي واحد ما حضر المحكامة من غير عفون من غير العائلتين ومن هاد المنبر بغيت نشكر يعني جامع الجمعيات والحقوقيين اللي حضروا اليوما لهذه المحكامة هذه فرحة اللي ما حضرواش فيها بثب ديالناس ولكن واحد تقريبا واحد ثلاثة اواربعات الجمعيات حقوقية أنهم حضروا المحكامة وكانوا بالفعل تفرحات ديالهم من الوثائل الإعلام اليوم فرحة هجبني الكلام ديالهم اللي قالوا وقالوا أنهم يبقوا ضامنين هاد الأسرة هادي وتيجيبون ان شاء الله الحق دياله ولما لا أنها تكون أقصر عقوبات بحال يطلبت في الأول ديال الفيديو لأن هاد الشي إلا تمطن عليه الآن من القدام غادي يزيد كثير من هاد الشي وما كيش اللي غادي تثوق وكيف ما كنقوله العدالة خصة ضروري ما تاخد المجرى دياله كيف مكن الإنسان كيف مكن المستوى دياله خاص العدالة تاخد المجرى دياله الحقيقي وإن شاء الله كيف ما تنقول لكم غادي تحكم عليه بوحد حكم لغادي يرضي جميع المغاربة لأنه ما يبغي تشي واحد أن الأبناء دياله أنهم يجرى لهم بحال هاد الكاريتة هاد كان في مواكاريتة وموصيبة باش أن طرف من الكبنة ديالك أنه يجرى لك بحال هاد الشي قادية أنا ما حبثت هنا هو أنه كنشد على البروف كنشد كنمثورها في ديك الحالة وهو ويا كملوا من عقلكم ولكن في المدة دي العامين تثوروا أنه باش الواحد أنه يبدأ ما أعرف كيفش نقول له بذلك ما أعرف عليها المدة دي العامين أرى ما شي غير هاكوك أنه كنشد عليها فيديويات تقول له هالفيديو وإلى ما يشيتيش معايا أنصر هاد الفيديويات هادو بالثيف ما عنداش العقل كتب شي معاه سأقول لكم أنا بديت كنا تعثبوا حق الله العظيم وماذا إن شاء الله ماذا إن شاء الله غنثير في هذه القادية دي وكل جديد إن شاء الله غنحط لكم في القناة أنتمنوا إن شاء الله يكونوا اليوم الجلثة الأولى وغنوافتكم إن شاء الله بكل جديد بجلثات القادمة إن شاء الله وانتمنوا إن شاء الله في الحكم النهائي ويكون واحد الحكم اللي هو يكون وما نقولش أنه يفش الغليل ديالنا إحنا ولكن وخاء أي حكم كيف ممكن نوع دياله النفسية ديالنا ما غتبراج لأنه حاجة دارت ميمكنش ليه أنا غتصلح أخوتي سأقول لكم السلام عليكم وليه عنده شو واحد عزاليه يحضيه وحضيه مزياد لأن هذه الدنيا غدارة وقينة ديال بزاف السلام عليكم سلام عليكم